السلام عليكم ان شاء الله قد تلاته 14 فبراير 2023 كانت ان شاء الله غدي يكون في 20 سنة غدي يكون اتلي المسافة جوجومية اوتوستار وغدي يكون 14 بارتون كورسة ان شاء الله غدا تكون مستوحة فيها بزاف تخيل لي ما معروفينش يلا ولاد ربسنين ودروري غدا تكون واعرة شوية وفاية المفاجأة وبالصحة اللي غدا يقدر يتمكن منها المهم في بحل هاد الكورسات الواحد ينشيل الدور الكبيرة اللي كتب حديم على الخيطة اللي عندها الوريجين تحام زيان وكي يساقلوها مزيان وكي يوجدوها بحل هاد الحضاعش تابري بار مديفيري ديكات عنده ثلاثة الخارجات هاد العام دار فيهم جوج بليس وكانوا كان دار ترواز يام في مسافة تعد جوجو سبعمية وعود كاتر يام في هاد المسافة تعد جوجومية اوتوستار هنا في فانساند دبا مع أليكساندر ابريفار يقدر يكون في التيرسي وهاد الكتورز هذا ديال اللي بلان سيغو رفا تاوام ديفيري ديكات وخاهم مدابا عد انزل كتورز في الدوزيام لين عندهم رشانس بشيكون في كنتي مغادين مركوبين هادك راكبه اليكساندر ابريفار ولا اخر راكبه رفا ايضا الخير را مركوبة بعدنا لرجولية هاد السات ديال دلو هادي خمس شهر هو في الطوب ديالو ديما حاضر في العريبة ديفيريتا وديكات الامشارة الكورساسي الكتب را يقدر يربح وعدنا هاد تمانية ديال بيجو من شهر اتناعش و مجرى ولكن را في في المسافة ديالو عود سريع في البرميرلين هاد المرمدي في رديكات اتاوى عنده انشونس والخمسة يالله عنده ربعة دجريات ولكن فيهم جوج غانيات و ان بلاس واحدة من هادوك الغانيات كانت هنا في فانسان ديفيري دي بوستيريور كوردم زيان ورا ورا موبيل كاتريان سنكيام بوسيب وعدنا هاد سيس كوري مع في الانتران المو مع الربعة عشر توليو بلون ديفيري في برميرلين عنده تاوى فرصة عنده فرصة ان يكون في العريبة مع الو برجوة و هاد كاتريان المهم هو الدريفر الدريفر اللي سايغو عنده خبرة عنده الخبرة الكافية باش يقدر ينافس فيه مع هادو وخب الصيحو و كيبقى لنا هاد سعود هادا كان سايغو النبار وربح به هو مشي عود دوكلاس ولكن وحتى الكوردة شوية واعرة ولكن سيزيان بلاس دياله مؤخرا في هاد المسافة كتبين بالمراع او درا جاي اخدرته على القاتر يام سنك يا كورسة مرة ستكون سهلة غتكون شوية مفتوحة المهم اللي بريفره 11 14 دي رجلي سات ويت 5 وليزو تصيدر عدد 6 ورقات ونف والله المعين والله يسهل لنا وعليكم والسلام عليكم اشتركوا في القناة